استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المؤقر بقصر لقضيبية صباح اليوم سعادة السيد السايح القادري سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية لدى المملكة وذلك بمناسبة تسلمه مهم عمله الدبلوماسي سفيرا لبلاده في المملكة حيث نقل إلى سموه تحيات فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية وسعادة السيد عبد المالك سلال رئيس الوزراء وتمنياتهما لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والرفع في ظل قيادتها الحكيمة وخلال الإقانة وها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمسار العلاقات الطيبة التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة وما يشده التعاون المشترك بينهما من تطور في مختلف المجالات مؤكدا سموه تطلع مملكة البحرين نحو المزيد من التقدم والتطوير في مستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين بما ينسجم مع متانة العلاقات بينهما خاصة ما يتعلق بالتنسيق حيال التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للسفير الجزائرية الجديد أنه سيلقى كل الدعم والإسناد من مختلف الأجهزة الحكومية بالشكل الذي يسهل مهام عمله في تقوية العلاقات الثنائية وفتح أفاق جديدة للتعاون بين البلدين من جهة أعرب سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية لدى المملكة عن سعادته بما وجده من حرص من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تطوير العلاقات البحرينية الجزائرية في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر